نساء قدمن من أقاليم الجهة هدفهن التعرف إلى كيفية تمويل مشارعهن الفلاحية وخلق أهليات التواصل وتوزيع من معبر تعاونيات تكلفن برئاستها إلى الملتقى الجهوي لتعاونيات الفلاحية النسوية بطنجة كانت وجهتهن لعلهن يجدن جوابا شافيا لكثير من الأسئلة العالقة أهم المشاكل لدينا في التعاونيات هي تسويق يعني تسويق حنا دبا كيقول لك مثلا دار ريخ نديره الجودة ومجحة على الجودة ريخ ساقق واحد العدد ديال الطارق بجحة على الجودة ومن لك تحصل لك الجودة بواحد النسبة قليلة اللي كتبغي ديال الجودة مثلا بوحد تمن مرتفع ولا يعني الناس كل شي بكيبغوا كيقول لك زيب مثلا ربعين درهام ولا هذي وحنا تيكدل لستين درهام احنا كان نوجدوا إكرهات كبيرة في التمويل لأن باقي نحن الحد الآن يعني تكتعاونية مبتدئة عام ونص باش تكونت عدنا مشكل في التمويل باقي عدنا تمويل محلي يعني مع بعضنا اللي كان نستافده غير مع بعضنا وعدنا بعض المؤسسات اللي هي كتدعمنا واحد شوية والحد الآن كان طالبوا يعني من الجهات ومن المسؤولين أنهم يشوفوا بعين الاعتبار هذا الشيء لقاءات على مدار يومين كاملين تحت يافطة تعاونيات الفلاحية المقاولاتية آلية للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل كان محور هذا الملتقى الجهوي الذي ندمته الغرفة الفلاحية لجهة طنجة طوان الحسيمة للتعريف بالقطاع التعاوني الفلاحي النسوي بالجهة وبالإنجازات التي تم تحقيقها فيما يتعلق بدعم ويحداث وتحفيز التعاونيات الفلاحية النسوية بجهة طنجة طوان الحسيمة الهدف من هذا الملتقى هو بلورة واحد تصور جديد تنموي بالجهة يكون العنوان دياله الأساسي هو التشغيل والعمل مع التعاونيات النسائية يأتي في إطار أنه يلفئة أكثر شاشة في المنطقة عندما نتحدث عن الفقر نتحدث عن الفقر نسائي أكثر ونحن نحاول تفكير مع الشركاء ديالنا من أجل إيجاد بعض المقترحات التي ستساهم في تنمية المنطقة ديالنا هاد اللقاء اليوم درناه لنساء المتعاونات على الساعة ديالجهة باش يقربوا الإخوان الحاضرين الشركاء ديالنا لي استدعيناهم باش يوضعونا في الصورة أكثر على المشاكل ديالهم اللي كيعيشوه وشنو هم المحاور اللي بغوا نتعاونوا معهم فيهم وبالخصوص المخطط المغرب الأخضر جاب مجموعة ديال الإعانات ومجموعة ديال المقترحات من أجل النهوض بالمرأة القروية بصفة عامة